اشتركوا في القناة درسنا اليوم هو اسلوب النفي وقد كنا بدأنا في دروس سابقة بهذا الموضوع واليوم درسنا هو تتمة لما سبق وبدأنا به درسنا اليوم هو نفي الفعل المضارع استخدام الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع بالشكل الصحيح كيف نستطيع أن ننفي الفعل المضارع ونتلاعب بزمنه حسب الأداة النفية التي تدخل على الفعل المضارع نحن نعلم أن الفعل المضارع بدون قرينة هو فعل يدل على الزمن الحاضر والمستقبل معا دخول القرينة على الفعل المضارع يعني أن هذا الفعل المضارع قد تم تحديد زمنه فعلى سبيل المثال لو قلنا يذهب محمد الآن هذا يعني أننا حجزنا زمن هذا الفعل إلى الزمن الحاضر في الزمن الحاضر فقط ولو قلنا يذهب محمد غدا فهذا يعني أننا نعني بالزمن هو حددنا زمن ذهاب محمد هو في المستقبل وأن قلنا يذهب محمد فهذا يعني أن الزمن لهذه الجملة هو حاضر ومستقبل معا أدوات النفي في دخولها على الفعل المضارع لكل أدوات تأثير لكل أدات من تلك الأدوات تأثير على هذا الفعل فلو بدأنا بالأدات الأولى ألا وهي لم ونحن نعلم أن لم هي أدات نفي وجزم وقلب دخول الأدات لم على الفعل المضارع تنفي حدوث الفعل تجزم الفعل المضارع عرابيا وتقلب زمنه إلى الزمن الماضي هذا يعني أننا إذا أردنا أن ننفي الفعل المضارع في الزمن الماضي علينا أن نستخدم لم ولم نفيها مؤكد فلو نظرنا إلى هذه الآيات الواردة أمامكم في قوله تعالى قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم نجد أن الأدات لم دخلت على الفعل المضارع نفت حدوثه جزمت الفعل عرابيا وقلبت زمنه إلى الزمن الماضي نستطيع أن نلخص ذلك بقولنا أن الأدات أدات النفي لم إن دخلت على الفعل المضارع فإنها تنفي الزمن الماضي تنفي الزمن الماضي لأنها أدات نفي وجزم وقلب تنفي حدوث الفعل تجزم الفعل المضارع وتقلب زمنه إلى الزمن الماضي وإن نظرنا إلى المثال الآخر إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساحة طابة وإن لم يجري لم يطبي إن لم يجري لم يطبي لم دخلت على الفعل المضارع نفت الفعل المضارع نفت حدوثه وجزمت الفعل المضارع وعلامة جزمه حذف حرف الألة وقلبت زمنه إلى الزمن الماضي هذا يعني أننا إذا أردنا نفي الفعل المضارع في الزمن الماضي علينا أن ندخل لم على الفعل المضارع التي هي أدات نفي وجزم وقلب أما إن أردنا أن ننفي الفعل المضارع في الماضي الممتد للحاضر هناك أدات تختص بالدخول على الفعل المضارع هي أيضا أدات نفي وجزم وقلب تدخل على الفعل المضارع تنفي الفعل المضارع تنفي حدوثه وتجزمه وتقلب زمنه إلى الزمن الماضي الممتد إلى الحاضر ألا وهي الأدات لما قالت الأعراب آمنا قل لم يؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لم تؤمنوا عفوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لم دخلت على الفعل المضارئ نفت حدوثه ولكن نفي لما هو نفي غير مؤكد إذ من الممكن أن يدخل الإيمان في قلوبهم في المستقبل لذلك نفيها هو نفي غير مؤكد جزمت الفعل المضارئ وعلامة جزمه السكون إلا أنه كسر منعا من التقاء الساكنين قلبت زمنه إلى الماضي الممتد إلى الحاضر ومن المحتمل أن يحصل في المستقبل لذا نفيها غير مؤكد فنستطيع القول أن لما إذا دخلت على الفعل المضارئ تنفي الزمن الماضي الممتد إلى الحاضر إذن هناك أدوات تدخل على الفعل المضارئ وتتلاعب بزمنه بدأنا بلم قلنا أن لم تنفي الفعل المضارئ وتجزمه وتقلب زمنه إلى الماضي ولما إن دخلت على الفعل المضارئ تنفي الفعل المضارئ وتقلب زمنه إلى الزمن الماضي الممتد إلى الحاضر وعلينا أن ننتبه إلى هذه الملاحظة إن لما إن دخلت على الفعل الماضي فإنها ليست أدات نفي لما مع الفعل الماضي هي ليست أدات نفي بل هي لما الحينية كما في قولنا لما اعتذروا إليه صفحت عنهم أي حينما اعتذروا حينما اعتذروا إليه صفحت عنهم إذن يشترط في لما أنها لكي تكون أدات نفي يجب أن تكون قد دخلت على فعل المضارئ وإن دخلت على الفعل الماضي فهي لما الحينية وليست لما النافية الجازمة وصلنا إلى بدأنا بالزمن الماضي ثم الماضي الممتد إلى الحاضر نحن الآن في الزمن الحاضر أي أدات من أدوات النفي تدخل على الفعل المضارئ وتنفي الزمن الحاضر في الفعل المضارئ سبق وأن درست في دروس سابقة الأداتين ما وإن وقلنا إن ما وإن في دخولهما على الفعل المضارئ تنفي الزمن الحاضر بدون قرينة أي نحن لا نحتاج إلى قرينة حينما نستخدم ما أو إن مع الفعل المضارئ كما في قوله تعالى ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ما دخلت على الفعل المضارئ نفت الزمن الحاضر فقط بدون قرينة ولا نحتاج إلى قرينة فإذا للزمن الحاضر ما وإن إن دخلت على الفعل المضارئ ستنفي عن الزمن الحاضر بدون قرينة أصبح لدينا زمن الماضي الماضي الممتد للحاضر ثم الحاضر والأدوات حسب تسلسلها لم والتي نفيها مؤكد لما والتي نفيها غير مؤكد وما أو إن أيضا نفيهما غير مؤكد لو لاحظنا هذا المثال لا يحب الله الجهر بالسوء في الآية الكريمة لا يحب الله الجهر بالسوء دخلت أداة النفي لا على الفعل المضارئ يحب لا حينما تدخل على الفعل المضارئ تنفي الزمن الحاضر الممتد إلى المستقبل بدون قرينة تنفي الزمن الحاضر الممتد إلى المستقبل بدون قرينة وهي أداة نفي غير عاملة يعني أن الفعل المضارع بعدها يكون مرفوع فعلا مرفوعا لا يحب الله يحب فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على آخره لأن لا هي لا نافية غير عاملة دخلت على الفعل المضارع نفت حدوثه إلا أنها ليس لها تأثير أعرابي على الفعل ونفيها أيضا هو نفي غير مؤكد إذن لا إن دخلت على الفعل المضارع ستنفي الزمن الحاضر الممتد إلى المستقبل الحاضر الممتد إلى المستقبل والنفيها أيضا غير مؤكد لو نظرنا إلى الآية الكريمة في المثال الخامس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الفعل المضارع سبق بأداة النفي لن فما هو عمل لن وما هو تأثيرها على الفعل المضارع لن كما سبق لك وأن درست في مراحل سابقة هي أداة نفي ونصب واستقبال نفي ونصب واستقبال نفي تنفي حدوث الفعل في الزمن المستقبل تنفي حدوث الفعل في المستقبل وتنصب الفعل المضارع الوارد بعدها تنفي حدوث الفعل في المستقبل وتنصب الفعل المضارئ بعدها نفي لن هو نفي غير مؤكد إذن لن إن دخلت على الفعل المضارئ ستنفي المستقبل وبدون قرينة تنفي زمن المستقبل وبدون قرينة ونفيها مؤكد نفيها مؤكد إذن عليك عزيزي الطالب أن تعلم أن لم حينما تدخل على الفعل المضارئ تنفي الزمن الماضي ونفيها مؤكد لما تنفي الزمن الماضي الممتد إلى الحاضر ونفيها غير مؤكد ما وإن إن دخلت على الفعل المضارئ تنفيان الزمن الحاضر وبدون قرينة لا إن دخلت على الفعل المضارئ تنفي الزمن الحاضر الممتد إلى المستقبل بدون قرينة لن تنفي الزمن بعد الفعل المضارئ تنفي المستقبل بدون قرينة ونفي لن هو نفي مؤكد لن تنصب الفعل المضارئ بعدها ولم تجزم الفعل المضارئ ولم ما أيضا تجزم الفعل المضارئ أما ما وإن ولا فالفعل المضارئ بعدهما يبقى مرفوعا لأن هذه الأدوات ليس لها تأثير في أعراب الفعل المضارئ لأنها نافية غير عاملة تنفي الفعل إلا أنها ليس لها تأثير أعرابي على هذا الفعل أزيز الطالب عليك للإجابة على أسئلة تتعلق بنفي الفعل المضارئ أن تستعين بجدول ورد في كتابك في الصفحة 50 من كتابك وردت فيها الجمل المثبتة وما يقابلها من جمل منفية فإن ورد على سبيل المثال فألو ماضا مثبت وطلب منك نفي هذه الجملة عليك أن تستخدم لمب خصوصا إن كان الطلب هو أن ننفيها نفيا مؤكدا أما إن وردت جملة مثبتة قد ورد فيها قد قد حينما تدخل على الفعل المضارئ قد تنفي الزمن عفوا قد تثبت تعتبر أداة تحقيق حينما تدخل على الفعل الماضي حينما نقول قد ذهب هذا يعني أن الأمر تحقق فإن أردنا نفي الفعل الماضي الذي سبق بقد علينا أن نستخدم لما كما ورد في كتابك وفي الجدول الوارد في الكتاب أما إن طلب منك نفي الجمل التي تقول على سبيل المثال المثبتة سيذهب محمد سيذهب هذا يعني أن زمن هذا الفعل هو زمن المستقبل عليك أن تستخدم لن وأن قيل لك سوف يذهب محمد أيضا عليك أن تستخدم لن وأن قيل يذهب محمد غدا أيضا عليك أن تستخدم لن في هذه الحالة إذن هذا تسلسل الأدوات حسب الزمن وحسب استخدامك لنفي الجملة المثبتة بخصوص الفعل المضارع بقي لدينا عزيزي الطالب من موضوع النفي لام الجحود أفوا لام الجحود ونحن نعلم أن لام الجحود هي ليست أداة نفي لام الجحود ليست أداة نفي إلا أنها ترد حينما نشرح موضوع النفي وحينما نشرح أدوات النصب إلا أن لام الجحود هي ليست أداة نصب وليست أداة نفي لام الجحود هي لام تفيد توكيد الكون المنفي لم يكن الله ليعذبهم وأنت فيهم لم يكن الله لو نظرنا إلى هذه اللام هذه اللام هي لام الجحود هذه اللام سبقت من شروطها أنها تسبق بكون منفي الفعل المضارع بعد هذه اللام هو فعل مضارع منصوب إلا أن الناصب ليس لام الجحود الناصب هو إن مضمرة قبل لام الجحود فائدة لام الجحود هي أنها تؤكد الكون المنفي إذن وجود لام الجحود هو لتوكيد الكون المنفي الذي يسبقها لو نظرنا إلى جملة كانة لم يكن الله لا اسمها خبرها محذوف تقديره لم يكن الله مريداً ليعذبهم أو لم يكن الله قاصداً ليعذبهم إذن لام الجحود هي لام تفيد توكيد الكون المنفي هذا كل ما يتعلق بلام الجحود بقي من أدوات النفي الاسم غير نحن نعلم حين بدأنا باستعراض أدوات النفي قلنا أن أدوات النفي هي الفعل ليسة والحروف التي هي ما ولا ولات وكل الأدوات التي ذكرناها لم ولن وغيرها ولما وغيرها من الأدوات بقي لدينا الاسم الذي يفيد النفي ألا وهو غير غير اسم يفيد النفي إن صح استبداله بأداة نفي على سبيل المثال لو قلنا هذا دواء غير شاف هذا دواء غير شاف نجد إذا كلمة غير هنا أفادت النفي أفادت النفي وهي صفة للدواء لأن غير تقرب حسب موقعها من الجملة تقرب حسب موقعها من الجملة فنقول هذا اسم إشارة مبني في محرفة مبتدأ دواء خبر مرفوع علامة رفعه الضمى الظاهرة على آخره غير هي صفة ما هي صفة الدواء؟ صفة الدواء إنه غير شاف لو أردنا استبدال غير بأداة نفي أخرى ولتكن الفعل الفعل ليس نقول هذا دواء هذا دواء ليس شافيا ليس شافيا استبدلنا هنا أداة النفي الإسم بالفعل الذي هو ليس وإن أردنا استبدال أداة النفي التي هي غير الإسم بحرف يفيد النفي علينا استبدالها بالأداة بالحرف لا فنقول هذا دواء لا شاف لا شاف نجد إن الجملة كأنها لم تكتمل بعد كأننا نحتاج إلى إضافة شيء آخر لها فعلينا أن نعلم إن استبدال الإسم غير بالحرف لا يجبرنا أن نكرر لا مرة أخرى فنقول هذا دواء لا شاف ولا مفيد ولا مفيد على سبيل المثال ولا مفيد هذا دواء لا شاف ولا مفيد إذن الإسم غير إن استبدلناه بالفعل ليس علينا أن ننصب المضاف إليه لأن الإسم غير دائما هو ملازم للإضافة المنفي من في هذا الإسم هو المضاف إليه أنطلب منا أن نستبدل الإسم الذي يفيد النفي بفعل يفيد النفي علينا أن نستبدله بليسه وأنطلب منا أن نستبدله بحرف يفيد النفي نستبدله بلا ونلتزم بأن نكرر لا مرة أخرى هذا فيما يتعلق الإسم غير واستبداله بالفعل وبالحرف عزيز الطالب الآن نحن انتهينا من جميع أدوات النفي ملخص لما كنا قد ذكرناه سابقا نستطيع أن نقول أن أدوات النفي هي فعل الذي هو ليسه وإسم الذي هو غير وحروف هي ما ولا ما ولا ثم إن النافي أيضا ولا ت وأدوات النفي الأخرى لم ولن ولما هذه كلها حروف أفادت النفي وعلينا أن ننسى أن لام الجحود هي لام أفادت توكيد النفي لكون من في سبقها شكرا جزيلا لكم عزيز الطالب شكرا لإصغائكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا